رغم إعلانها لعدة مرات الانسحاب من مدينة منبيج إلا أن الأفعال والممارسات الأخيرة دليل جديد على أن الوحدات الكردية لم تنسحب بعد من المدينة لا بل تزال تمارس قمعها بحق المدنيين هناك حيث تواصل الياباكي تجنيد شباب منبيج بشكل قسري ضاربة الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا والولايات المتحدة بخصوص المدينة عرض الحائط ووفقا لمصادر محلية من داخل المدينة فإنما يسمى بمجلس منبيج العسكري التابع للوحدات الكردية يستمر بتهديده لشباب المدينة وإجبارهم على حمل السلاح والقتال في صفوفه وذلك بعد أن أعاد المجلس نشر وثيقة أصدرها في حزيران الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أسماء شباب تترواح أعمارهم بين الثمانية عشر والثلاثين عاما وتطلب منهم الانضمام إلى التجنيد الإجباري قبل حلول العشرين من آب الجاري وأهدد المجلس الأشخاص الذين لا يسلمون أنفسهم لغاية التاريخ المذكور بالاعتقال والمعاقبة الوخيمة المصادر ذاتها أضافت أن ممارسات وقرارات اليباق بخصوص فرض التجنيد الإجباري ونشر أيديولوجيتهم بالقوة تسببت بإغلاق عدد من تجار مدينة منبيج محلهم احتجاجا على ذلك إضافة لهجرة عدد كبير من شباب المدينة هربا من هذه الممارسات الجدير بالذكر أن واشنطن وأنقرة اتفقتا في حزيران الماضي على خارطة طريق حول منبيج تضمن إخراج عناصر الوحدات الكردية من المدينة وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة